اشتركوا في القناة ما زال موجود بالحمل لآخر يوم هو ما زال في منزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح يمكث فيها لغاية ساعة ثمانية ودقيقة مساء لا ينتقل بعدها لمنزلة الثرية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور وبما أن القمر رح يكون موجود بالحمل فتأثير هذه الفترة علينا كلنا كهذا اليوم منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة نلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزوايا الفلكية فعندنا ثلاث زوايا فلكية سلبي اليوم وعندنا خلو المصر أول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 51 دقيقة بعد الظهر تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية برضو بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 6 و14 دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة لآخر زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 11 و45 دقيقة مساء من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب منها أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ بخلو المسار وهو خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و45 دقيقة مساء ورح يستمر لليوم التالي أي لفجر يوم الجمعة 27-11 أي تمام الساعة 43 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيئ ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر طبعا ما رح نحكي عن خلو المسار القادم أنه رح يكون في الثهر ورح ينتقل للجوزة ونتركها ليوم الغد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المحدب أو الأحدب 11 يوم فيه تمام الساعة 12 و34 دقيقة بعد الظهر بيصبح 12 يوم نسبة الإضاءة بتكون 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم أن الشمس في القوس اللي رح تظل لغاية 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 14% لأنها محترقة يعني بمعنى آخر هي ما بتشكل أي زوايا مع أي كوكب عشان هيك تسمى بالمحترق عشان هيك نسبة الحضون نزلت فيها أما بالنسبة للقمر طبعا القمر في الحمل حتى يوم 27-11 زي ما حكينا في المقدمة وهي منتحسة بنسبة 75% بسبب زوايا التربيع الثلاث اللي رح تشكلها وخلو المسار عطارد في العقرب حتى يوم 1-12 المزاج سعيد بنسبة 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 مزاجها منتحس بنسبة 10% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجديه حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجديه حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج ومتقلب بين السعادة والنحوسة بتتراوح ما بين 10-15% أما بلوتو في الجديه مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم بتهتم بمظهرك وبالتغييرات هاي مرحلة انطلاق لمشاريعك الجديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حقل اختصاصك ولكن بدك تنتبه من العصبي برج الثور يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك وربما تلغى يجب اتخاذ أي قرار وتأكيد أو التأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاءه أو سوء تفاهم يعني يعتبر آخر يوم للأيام الصعبة برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة كون مخلص لأصدقائك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهم مش أنك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك هذه الفترة الأهم برضو تنتبه أنه اليوم إنجز كل أعمالك يبل ما يصل القمر لبيت متعبك برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبحافظ على إنجازاته القائمة هد من روعك هاي فترة سلبية ومشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك برج الأسد بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو اتصال بعيد يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة أظهر تعاون أكبر مع الآخرين وجهات المسؤولة بتنجح في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهمش إنك ما تهمل واجباتك ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير وحاول إنك تتقدم بجراءة وثقة برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة لا لياقة جسدية وعصاب متينة في الأسابيع المقبلة لا تترك ذيول المتاعب إنها تسيطر عليك برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز إظهارة المتاعب الجنة بالانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر حاليا برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن إن كل يوم تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما تشعر بالتعب برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم في ظروف جيدة احتمال قلق اتجاه أحد الأحباء في نشاط ودينماكية عندك عالية بتميل لهو الترفيه عن النفس وإنت بالفعل تستحق ذلك ولكن يجب اتخاذ خطوة مفويدة ما برج الجدي اترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي ممكن أنك تعيشها في تبادل زيارات أو اتصالات مهمة خلال هذا اليوم ولكن ممكن يسود التوتر بعد بسبب حدث طارق برج الدلو ابتنشطوا في التنقلات والاتصالات وأمور إلها علاقة بالسفر القصير ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادل لصالحك أهم مش أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط تملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة برج الحود بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر سار ويلعب قريب دور مهم في هذه الفترة بتهتم بقضية شراكة أو عمل بتعالج الأمور بشكل دقيق وممكن تهتم بالأولويات المالية بكون أفضل تجد الحلول والتسويات لبعض الأمور الصعبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء